اهلا بكم في برنامج عالم الطاقة يتزايد اعتماد حكومات دول العالم على تبني سياسات تدعم قطاع الطاقة المتجددة لديها هذا على حساب الطاقة التقليدية أو الاحفورية لما لها من فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية فالتقليل من انبعاثات الكربون يمكن أن يساهم في تعزيز نمو الاقتصاد العالمي وتوفير نحو 28 مليون وظيفة في هذا القطاع بحلول العام 2050 التغيير المناخي وتلوث الهواء هي عوامل دفعت بالابتعاد عن استخدام الفحم كمصدر رئيس في توليد الطاقة في مقابل التحول الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة لعب الفحم دورا محوريا في تاريخ البشرية حيث كان مصدرا أساسيا لتوليد الطاقة أثناء الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر وإلى يومنا هذا لا يزال الفحم يستحوذ على 27% من مزيج الطاقة العالمي لكن قد لا يستمر الأمر على ذلك النحو في المستقبل مع توجه العديد من الدول لتبني سياسات داعمة للطاقة النظيفة والمتجددة لمواجهة التغير المناخي ففي ألمانيا أعلنت الحكومة عن خطة طموحة لإغلاق كافة محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم وذلك بحلول عام 2038 مقابل زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة التي تساهم بنحو 40% في توليد الطاقة هناك ورغم سياسات إدارة الرئيس الأمريكي الداعمة لمنتج الفحم فإن الاعتماد على الفحم شهد تراجعاً في الوليات المتحدة بنحو النصف خلال العقد الماضي لتصل مساهمته في توليد الطاقة إلى 28% في 2018 مقابل التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة أما في الصين فتحاول الحكومة محاربة التلوث والابتعاد عن استخدام الفحم الذي لا يزال مصدراً رئيسياً في إنتاج الطاقة حيث يلتهم قطاع الكهرباء الصيني نحو ربع إنتاج العالم من الفحم ليجعلها ذلك أكبر مستهلك في العالم بحصة تصل إلى 50% من الطلب العالمي التحول في محاربة التغير المناخي والتوسع في الاعتماد على مصادر أقل تلوثاً يصبان في صالح الطاقة المتجددة والتي تساهم حالياً بنحو 25% في إنتاج الكهرباء عالمياً فيما قد تصل النسبة إلى 85% بحلول 2050 للمزيد تنضم إلينا الآن من واشنطن لورين كرافت وهي محررة قسم الطاقة المتجددة في أنعجي انتليجنس مرحباً بك وشكراً لحضورك معنا لورين أبدأ وإياك بأهم الاتجاهات المتبعة ترينز حالياً في عالم الطاقة المتجددة طبعاً نحن نرى هناك منحاً وهناك نمو كبير في الطاقة المتجددة وهناك ارتفاع كبير في الصين رأينا أرقاماً تبلغ إلى 15 أو أكثر من ذلك بالنسبة مئوية هذا يأتي طبعاً من قاعدة صغيرة ولكن بكل تأكيد القطاع ينمو وربما هناك شيء ربما يقلق بالنسبة للمعارض الطاقة المتجددة هو أن الاستثمار في الطاقة المتجددة وحتى كل تلك الاستثمارات الآن قد انخفضت كثيراً خلال الأيام القليلة الماضية بسبب بعض الشكوك مما تريده الحكومات وأي موارد للطاقة يمكن أن تستغل لأن هناك العديد من الخيارات وأيضاً هناك منحاً آخر هو أن هناك نقص في الكفاءات وطبعاً مع الطاقات المتجددة لا ينبغي أن تدفع طبعاً مثلاً للوقود فمثلاً الشمس أو الحرارة والرياح كل هذه مجانية ويمكن أن تبنى إذن ليس هناك حد وحتى يمكن أن تكون أرخص كثيراً من الوقود الأحفوري عم تقول أنه في تراجع بالاستثمارات بسبب المخاوف من اتجاه الدول اللائلة وأيضاً الكفاءات ولكن نحن نعرف أنه بالفترة الأخيرة الكوست التكلفة للطاقة المتجددة تراجعت بشكل كبير جداً بفضل التكنولوجيا أليس هذا عامل من المفترض أن يكون مشجع للمديد من الاستثمار في هذا القطاع؟ نعم إن هذا المنح مفاجئ ومحير نوعاً ما العديد من الناس لا يعرفون ما هي الطاقة التي يمكن استثمار فيها مثلاً هل في الريح أم في الشمس ولكن لا أعتقد بأن السياسة الشكوك هذه هي التي تلعب دوراً كبيراً مثلاً الصين الآن بدأوا في الصين بدأوا ينهو مثلاً يدعمون سياسات لدعم الطاقة المتجددة ولكن المستثمرون طبعاً يعرفون أن الطاقات المتجددة تنمو ولكن الأمور جامدة ويريدون أن يحصلوا على أجوبة أكثر طب ما هي حصة الفحم حالياً عالمياً إذا بنا نحكي شوي أرقام في قطاع توليد الكهرباء أقل من أربعين بالمئة وأيضاً هو ينمو قليلاً بربما بواحد بالمئة عالمياً رأينا في السنوات الماضية ولكن الطاقات المتجددة والغاز تتنمو باستواتيرة أسرع وسبب طبعاً النمو وهو بطيء وسبب ذلك هو أن هناك الكثير من الدول مثلاً في جنوب شرق آسيا التي ينمو فيها الطلب بسرعة وهم بحاجة إلى ذلك ولكنها طبعاً انخفضت في مراطق أخرى طيب أنت عم تقولي بأنه استخدام الفحم عم بزيد الـ 1% تقريباً طب مقابل ذلك أديش مستويات ارتفاع النمو باستخدام الطاقة المتجددة عالمياً بالنسبة للطاقة المجددة لا تزال منخفضة مقارنة بالفحم وعلى الأقل 10% ربما بأقل وهذا يتعلق بالمنطقة ولكن الطاقة المجددة تنمو بسرعة والفحم طبعاً قد استقر وحتى لو وصل إلى 1% إذن هذه مثل النسبة لا تتحرك كثيراً ومستقرة الطاقة المجددة تصل إلى 25% وتوليد الطاقة ولكن كما قلت الأمر يعتمد على المنطقة مثلاً في النرويج يستعملون كثير من طاقات الهيدروليجية وفي دول أخرى ليس لديهم طبعاً مصادر أكثر يستعلونها أقل طب إذا بنا نقصم استخدامات الرينيوبل على القطاعات يعني نحن نتحدث شمس، رياح، هايدرو اللي هي المياه وغيرها وين عم يكون النمو أكثر؟ وليش عم يكون هذا النمو أكثر بهذا القطاع بالتحديد؟ هذا سؤال وجيه جداً بالنسبة للهيدرو أو طاقة الماء فهناك اعتقاد بأن معظم الفرص المائية لاستعمال الطاقة المائية قد استغلت وطبعاً ليس هناك منورة لأن يكون هناك نمو أكثر الآن معظم النمو هو في الرياح وأيضاً في الطاقة أو عفواً في الشمس فنرى هناك فرصاً كبيرة للنمو في الرياح في البحر وأيضاً الشمس أو الطاقة الشمسية المركزة وربما أقل في الجيو حرارية لماذا تتواجه برأيك على السولر والويند على الشمس والرياح أكثر؟ أعتقد بأن الأمر يتعلق بالتكاليف بكل تأكيد التكاليف طبعاً مثلاً بالنسبة للرياح في البحر وطبعاً حتى طاقة الشمسية الآن تكلفتها قلت كثيراً وهناك تقارير أو تقارير سيخرج هذا الأسبوع وهو يظهر بأن كما قلت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الآن هي الأكثر تنافسية في مجال الموارد الطاقة وطبعاً هي تنافس الغاز لأن الغاز مثلاً زادت تسعيرتها ولو تراجع الغاز فربما سينافس هاتين الطاقتين ولكن كما قلت الشمس والرياح الآن أصبحت تتنافسان أكثر فيما بينهما إذن يمكن أن نرى هاتين الطاقتين يمكن أن تكون تمشي تماماً مع الغاز لهذا نرى استثمارات أكثر في الرياح وفي الشمس لأنها غير مكلفة وطبعاً هذا يخلق تنافس أنا أشكرك لورين كرافت محررة قسم الطاقة المتجددة في Energy Intelligence فاصل قصير نعود بعده لمناقشة الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة أبقوا معنا بحثاً عن طاقة مستدامة ومصادر جديدة غير ملوفة وضعت دبي حجر الأساس لمشروع الهايدروجين الأخضر بتكلفة 50 مليون درهم والذي سيتم إنجازه خلال عام وأحد المزيد في هذا التقرير نتابع الهايدروجين أحد العناصر البيئية التي يمكن أن يحدث علامة فارقة في قطاع الطاقة النظيفة لدخوله في عدد كبير من الصناعات وللاستفادة من بعض مميزاته قامت دبي بالتعاون مع شركة سيمينز بوضع حجر الأساس لمنشأة تجريبية لمشروع الهايدروجين الأخضر طبعاً قاز الهايدروجين يقاز بهم بالنسبة لنا قاز نظيف طبعاً له استخدامات عديدة من أهم الاستخدام طبعاً يستخدم كوغود للسيارات مستقبلاً وكذلك يستخدم في مجالات وتطبيقات الصناعة منها قاز الأمونيا منها يستخدم في صناعة البتروكميكل طبعاً كذلك يستخدم في إنتاج الطاقة ومن المحفزات لاستخدام الهايدروجين الأخضر أنه يحتوي على ثلاثة أضعاف الطاقة لكل وحدة من الديزل وضعف الطاقة لكل وحدة من الغاز الطبيعي كما أنه الغاز الوحيد الذي لا يحتوي على أي انبعاثات كربونية ما نقوم به هنا قد يكون مشروعاً ضخماً في المستقبل فهو يقوم على إنتاج الهايدروجين باستخدام الطاقة المتجددة فنحن هنا لدينا وفرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتي نحولها إلى هيدروجين من خلال تقنية التحليل الكهربائي ونستخدمه بعد ذلك في وسائل النقل فهي تكنولوجيا جاذبة لإنتاج أحد أنواع الوقود خصوصاً في مناطق الشرق الأوسط حيث يؤثر ارتفاع درجة الحرارة على قدرة البطاريات في وسائل النقل ولذلك الهايدروجين قد يكون المستقبل الذي تعتمد عليه المنطقة واليوم مع نمو قطاع الطاقة المتجددة فإن تكلفة تحويل الكهرباء إلى هيدروجين تقترب من الصفر يستخدم المشروع تقريباً من الطاقة النظيفة حوالي 1 ميجا وتقريباً 250 كيلوات كهرباء طاقة نظيفة من مجمع محمد بن راشد عن طريق للواح الكهروضوية وكذلك يستخدم الماء من الشبكة في حدود حوالي 380 لتر في الساعة طبعاً هذا المشروع يروح عند جهاز التحليل الكهربائي يتم هناك فصل الهايدروجين عن الأكسجين الهايدروجين يتم تخزينه نقدر نستخدم الهايدروجين كذلك بالليل لإنتاج الطاقة وبحسب الدراسات فإن الطلب العالمي على الهايدروجين سيرتفع تدريجياً ليصل إلى عشرة أضعاف ما هو عليه حالياً في عام 2050 وسيساهم في التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 6 جيجا طن سنوياً كما سيشغل 500 ألف وسيلة نقل في 2030 ورغم إيجابياته تبقى تكلفة إنتاج الهايدروجين إحدى العوائق الرئيسية لانتشاره بشكل ملحوظ نتحدث أكثر عن موضوع الطاقة المتجددة ينضم إلينا الآن الرئيس الشؤون الخارجية في Renewable UK لوك كلارك مرحباً بك وشكراً لحضورك معنا لوك أنا بهذه النافذة أريد أن أقف على تجربة بريطانيا كدولة قائدة بموضوع الطاقة المتجددة لماذا لأي دولة أن تتجه للطاقة المتجددة على حساب الطاقة التقليدية هل هو للتكلفة كون الموضوع مستدام أكثر أم موضوع بيئوي؟ يعني ما هي حقيقة على أرض الواقع النتائج والفوائد للتواجد للطاقة المتجددة؟ شكراً جزيلاً أعتقد أن المنافع هي من هذين الأمرين طبعاً التكلفة القليلة وأيضاً عاملها بعدم تلويث البيئة في المملكة المتحدة لدينا مقاربة للابتعاد عن الفحم وكانت على مدى العقد الماضي وذلك بفرض الضرائب على انبعاث الغازات الكربون وأيضاً بالاستثمار في الطاقات المتجددة وكنشيجة لذلك فطبعاً كانت النتائج رائعة الفحم كان في 2012 كان يحول 40% من طاقة المملكة المتحدة الآن نزل إلى 10% العام الماضي وفي الوقت ذاته رأينا تكلفة الطاقات المتجددة وهي تنخفض بنسبة كبيرة في المملكة المتحدة إذن ما نفعله نحن هو أننا ننتقل إلى نقطة خلال السنوات الخبس الماضية المقبلة عفواً فلنستعمل الفحم لخلق أي طاقة وتصبح طبعاً مملكة المتحدة التي كانت طبعاً بلاد الصناعة تتحول إلى الطاقة المتجددة وهذه إشارة جيدة للعالم لوك ضيفتي قبل قليل قالت بأن الانبستمنت الاستثمار في الطاقة المتجددة الأغلب يذهب إلى قطاعين هم الشمس والرياح ما هي أرقام الانبستمنت بالطاقة المتجددة عالمياً بداية وكيف تتوزع هذه الاستثمارات على الطرق المختلفة دولياً خلال السنوات الخمس الماضية كنا نحقق في حوالي 300 مليار دولار كل سنة في الطاقات المتجددة وفي تكنولوجيا ثلثاني ربما ثلثاني من تلك الاستثمارات تذهب إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وخاصة هنا في المملكة المتحدة في البحار فهي طبعاً الآن تكنولوجيا الرائدة في الاستثمارات والاستثمارات هي الرابعة الأكبر في أي استثمار هيكلي هنا في المملكة المتحدة وطبعاً هذه الاستثمارات الضخمة ستعني بأنه بـ 2030 فإن الرياح البحار ستلبث ثلثة طاقة الكهرباء في المملكة المتحدة وطاقة الشمسية حوالي أيضاً نفس النسبة أعطيني السبب ليش 80% من الاستثمارات حول العالم تتجه بالتحديد للطاقة الشمسية والرياح أعطيني الأسباب لماذا؟ أعتقد بأن المحرك الرئيسي لاستثماراتي في الطاقة الشمسية والرياح هي اقتصادية بكل تأكيد هتان التكنولوجيتان التي بديناها على حوالي 20 سنة أو 30 سنة في نطاق كبير فإننا طبعاً قد خفضنا التكاليف بدرجة كبيرة طبعاً كما قلت طاقة الرياح في المملكة المتحدة خلال الثلاثة وأربع سنوات الماضية تكلفة الرياح هناك قد انخفطت بحوالي 50% ورأينا التكلفة نفسها تنخفض داخل الأرض وحتى في الطاقة الشمسية إذن الاستثمارات في كل سنة فإننا نستطيع الشراء أكثر الطاقة والكهرباء لأن طبعاً التكنولوجيا والاستثمارات فيها أو عفواً التكلفة لا تزال منخفضة وهي طبعاً تساعد المستهلكين وهنا يأتي السؤالي أنه أنت تحدثت تكنولوجيا وتحدثت كوست يعني تحدثت أيضاً التكلفة ما هي التقنيات الأكثر نجاحاً التي موجودة الآن ويتم استخدامها في هذا القطاع؟ أحد أكبر التغييرات التي رأيناها في طاقة الرياح هنا في أوروبا وحتى عالمياً هي أن الدرجة ازدادت كثيراً أو النطاق ازدادت مثلاً الطواحين طواحين الرياح قد كبرت كثيراً خلال العشر سنوات الماضية وطبعاً كما قلت التوربينات الرياح كانت قد وضعت في الدنمارك في التسعينيات وتلك التوربينات كانت حوالي خمسمائة كيلووات في ساعتها الآن أكبر التوربين والذي يوضع في الملك المتحدة حوالي عشر ميجاوات إذن رأينا هذه الأحجام وهي تزيد بحوالي عشرين بالضعفاً وهذا يعني أن الطاقة ستكون فعالة أكثر والتكلفات تكون أقل وهذا طبعاً يعود إلى الاستثمارات التي استثمرناها في الأبحاث وأيضاً في التصنيع وأيضاً في المنشآت التي وضعناها إذن مع مرور الوقت نحن نتعلم مع هذه التكنولوجيا كيف نطورها أكثر وكيف نبنيها حتى نجعل طاقة أرخص طبعاً هو بالتأكيد التوجه الذي كان لوضع التوربينات الرياح في البحر يمكن هذا أثر جداً على موضوع هذا القطاع بالتحديد لأن الرياح هناك قوية جداً الأوتلوك لاستخدام الطاقة المتجددة عالمياً وبرأيك شو هو مزيج الطاقة الآيديل لأي بلد كيف يمكن أن يوزع طبعاً هذا سؤال وجيه جداً وأعتقد أن كل دولة على حدة تصارع من أجل الإجابة على هذا فمثلاً معظم الدول في العالم قد وقعت على أهداف طبعاً في اتفاقية باريس للمناخ وليس كل دولة تستطيع أن تستعمل نفس التكنولوجيا فهناك دول لديها موارد مختلفة وهناك دول مثلاً في شمال أوروبا لدينا الكثير من الرياح طبعاً والطقس السيء وطبعاً فهي تميل لأن تعتمد أكثر على طاقة الرياح وهي طبعاً أرخص هنا ولكن كل دولة عليها أن تأخذ مسارها باستعمال مواردها الموجودة لديها ولكن ما ينبغي أن يحدث هو أن يكون هناك تغير دولي في الاستثمارات التي في الكربون وفي الطاقات المتجددة إذا أردنا طبعاً أن نحقق أهداف الطموحة لاتفاقية باريس للمناخ أنا أشكر حضورك معنا رئيس الشؤون الخارجية في رينيوبل يوكي لوك كلارك كوستاريكا التي تنتج نحو 97% من حاجتها للطاقة عبر مصادر متجددة أصبحت مثالاً للدولة المستدامة تقرير ليحيا الرفاعي نتابع في أمريكا اللاتينية دولة تمتد على مساحة 51 ألف كيلو متر مربع يقتنها نحو 5 ملايين نسمة حققت رقماً بيئياً قياسياً كوستاريكا التي تنتج نحو 97% من حاجتها للطاقة عبر مصادر متجددة أصبحت مثالاً للدولة المستدامة فقد سجلت العام الماضي 300 يوم من إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النظيفة النموذج الأخضر الذي تبنته الدولة يعتمد على الطاقة الحرارية الأرضية وطاقة الكهرمائية وطاقة الرياح إضافة إلى الطاقة الشمسية كما قامت بسن تشريعات للحفاظ على البيئة والغابات التي تشكل أكثر من نصف مساحتها مثل إعفاء السيارات الكهربائية من الضرائب والحد من أعداد السيارات العاملة بالوقود إضافة إلى ذلك وضعت منظومة وطنية لقياس تغير المناخ بهدف مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري استراتيجية بيئية التزمت بها كوستريكا وكرست لها جميع الحوافز لدعم اقتصادها وذلك لتحقيق رؤيتها التي تهدف لأن تكون البلد الأول في العالم الذي يتعادل فيه الأثر الكربوني بحلول عام 2021 بهذا أن نصل إلى ختام هذه الحلقة نلتقى الأسبوع المقبل لنعالج ونناقش ملف جديد وقضية جديدة في عالم الطاقة إلى اللقاء اشتركوا في القناة